الأخبار الحلوة اللي تشرح القلب كده وتفتح النفس على الصبح نبتدي بترشيح النادي الأهلي لجائزة الأفضل في العالم لعام 2023 في استفتاء جلوب ساكر وطبعا المنافسة هتكون في منتهى الشراسة مع الهلال السعودي وباريس سان جرمان وبرشلونة إلى جانب مجموعة من أفضل أندية العالم وأفضل أندية الشرق الأوسط كمان من ضمن الأخبار الحلوة أن مدربنا مارسل كولر دخل ضمن المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم عن عام 2023 طبعا دي حاجة رائعة جدا لأنه حتى لو ما كسبش مجرد الترشيح ده شيء رائع جدا والحقيقة برضو المنافسة كمان هتكون في منتهى الشراسة يعني لأن في أسماء كبيرة وتقيلة جدا مرشحة للفوز بهديء الجائزة أبرسهم طبعا أنشلوتي مدرب الريال وإسكلوني مدرب منتخب الأرجنتين جورديولا مدرب المان سيتي إنزاجي مدرب إنتر ميلان وتشافي مدرب برشلونة فالأسماء كلها تخض الحقيقة وطبعا محمد صراح دي من الترشيحات أفضل لاعب في العالم في نفس الاستفتاء بالتوفيق لهم كلهم يا رب إن شاء الله وبإذن الله يعني ربنا يكرب صلاح والأهلي ومستر كولر بإذن الله بص يا كريم مش حاجة يعني تدهشك لما تلاقي مثلا استفتاء سواء على المستوى المحلي بجد أو إفريقيا أو عالميا وتتكلم إن النادي الأهلي بيحصل على أكبر ترشيح مثلا أو ترشيح أكثر من ترشيح خليلا أقول بات الشكل لأن أنت في الأخير الحمد لله أنت وصل لرانكينجز مقارنة بأنديه كتير جدا حتى إفريقيا أنا مش بس بكلم محلين محلين إحنا عارفين مكانتنا فين يعني مش هنوع نتناقش فيها أو نتناقش فيها يعني لكن كمان إفريقيا أنت في حتة مختلفة تماما عالميا أنت برضو في حتة مختلفة تماما وأعتقد التاريخ والبطولات اللي أنت بتحصل عليها وترتيبك على مين هو اللي بيتكلم عن ده مش أنت اللي طالع تشكر في الفريق بتاعك مش على أساس يعني كنا بنشوف ده في بعض السنوات يعني على كل حال من فرق أخرى على كل حال دايما الواقع هو اللي بيتكلم لكن فكرة أن أنت تكون مسيطر على الجوائز لما بيكون فيه مسابقة محلية وكمان لما بيكون فيه مسابقات عالمية بيعندك ترشيحات زي ما أنت قلت كمان تحديدا كولر على فكرة ترشيح بتاعه ألكت سعيدة جدا بيه لأن أنت قلت أسماء كتير كبيرة وأسماء يعني مخضرمة كلعيبة سابقة وكمان كمدرين فنيين حاليين وإداريين وغيره لا أسماء فكرة حتى فعلا ترشح أو ترشيح مارسل كولر بينهم أعتقد ده إنجاز كبير جدا ومكانة كبيرة جدا هو يستحقها أن هو يكون ضمن يعني الأسماء المرشحة بإذن الله كل التوفيق ليه وفعلا الموضوع بيقاس بالإنجازات اللي بتتم في موسم في سنة أعتقد هو محقق كتير جدا الموسم الماضي تحديدا ناس كلها تتحدث يعني محققا وإفريقيا وعربيا أن الأهلي كان أو شاهد فعلا موسم استشنائي العام الماضي نتمنى التوفيق في اللي جاي كمان بإذن الله وحنشوف بس أنا أتوقع أنه هنحصل على أكتر بإذن الله من جايزة في هذا يعني الاستفتاء